تحت عنوان الهدر في القطاع الصحي عقدت جماعة عمان لحوارات مستقبل ندوة حوارية بحضور مندوبة عن وزير الصحة الدكتورة إلهام خريسات وعن الفريق الصحي للجماعة محمد الطراونة وعدد من المعنيين والمهتمين بالقطاع الصحي هذه الندوة تأتي في سياق اهتمامات جماعة عمان في القضايا الوطنية وهذه جزء من جهد الفريق الصحي في الجماعة الذي سبق وأن أصدر ورقة حال عن واقع القطاع الصحي ثم أصدرنا ورقة أو دراسة حول الهدر في القطاع الصحي التي شكلت هذه الندوة منبرا لتالي مزيد من التعريف بهذا المجال ولمناقشة الورقة مع أهل الاقتصاص وقد أجمع الجميع على أن هناك خالل كبير هو الذي يسبب الهدر سواء في الصحة أو في خيرها وهو غياب الإدارة الحصيفة عن معظم القطاعات في الدولة الأردنية وتحدث محمد الطراونة باسم الفريق الصحي عن جماعة حوارات عمان أن القطاع الصحي العام في الأردن يعاني العديد من أشكال الهدر التي أثقلت كاهل النظام الصحي برمته وانعكست سلبا على آداء المؤسسات الصحية تم اعداد هذه الورقة من قبل الفريق الصحي في جماعة عمان لحوارات المستقبل وهي تناولت المحاولة الرئيسية للهدر في القطاع الصحي العام بكل مكوناته بدءا من الهدر في التمويل والتأمين الصحي الهدر باستخدامات الكوادر البشرية الهدر في استخدام البنية التحتية والهدر الناتج عن غياب الحوكمة وأكدت مندوبة وزير الصحة الدكتورة إلهام خريسات أن ما تم طرحه خلال الندوة في غاية الأهمية ليصبح نظام الصحة قوي ومتين وتتوفر القدرة على تلبية احتياجات المواطنين إلا أن الوزارة والقطاع يواجهان تحديات كبيرة يحتاجان لبعض الوقت لإحداث علامة فارقة وتطور على هذا النظام أوجه الهدر أنا لا أجامل إن قلت أننا نعي هذه الأوجه هي موجودة منذ زمن ليس بقريب وزارة الصحة تعمل بشكل مستمر وقد انتهت من إعداد استراتيجية وبمحاور وأهداف رئيسية كانت نتيجة لتشخيصنا لواقع الحال ومعالجة قضايا استراتيجية كبيرة ناقشتها اليوم الورقة التي تقدم فيها جماعة عمان من ضمنها أوجه الهدر التي تكلموا فيها سواء عن التأمين الصحي الكوادر الصحي الهدر في الدواء الحوسبة الحوكمة والأتمة وبارقة الأمل التي تجعلنا ملتزمون ووعيين لتنفيذها إنها جاءت في رؤية تحديث الاقتصادي التي يرعاها جلالة الملك ومطلوب مننا أنه انتوجها بخطط تنفيذية واضحة المعالم بأزمان وكلف حقيقية وأبدى الحاضرون اهتمامهم لما تم نقاشه خلال الندوة لأهمية النهوض بالقطاع الصحي إلى أنهم قالوا إن النهوض بهذا القطاع بحاجة إلى إدارة جيدة واستراتيجيات واضحة حكت مثلا عن خطة التحديث عشرين واثنين وعشرين هذه انتهت نحن اليوم بالثلاثة وعشرين حكت عن استراتيجية لثلاث سنوات ممكن تعمل عليها وزارة الصحة ودولة رئيس الوزراء بيحكي عن استراتيجية لعشر سنوات والأصل أنه يكون فيها هناك تنسيق وتوائم لأنه هذه جزء من الحكومة والمفروض أن يكون فيه تنسيق أفقي حتى بين الوزارات فلما بتحكي أنت عندك استراتيجية لثلاث سنوات ودولة الرئيس بيحكي لعشر سنوات ووزارة المالية ووزارة التخطيط اللي بخططه اللي بموله إذن فيه يعني مفهوم غائب بمفهوم التخطيط حتى نقدر نمشي لقدام فموضوع الإدارة موضوع مختلف ليس له علاقة بأن يكون طبيب وزير الصحة وهذا الموضوع يعني اللي إحنا لازم نوقف عنده ونستمر في ترشيق حقيقة للوزارة لأنه فيها كثير قبل فترة بيحكوا عن هيكل لوزارة الصحة والهيكل اللي ترى أحد مفاهيمه هي الترشيق الترشيق الحكومي لكني بتفاجأ اليوم من عطوفة الأمين وهو بتقول عملنا على فتح مديريات ثنتين طب بالأصل عندك أربعة واربعين أو خمسة واربعين مديرية تيجي تزيد كمان مديريتين عندي يعني بطلت هذه الهيكلة قاعدين إحنا بدنا نرشك وبالمفهوم التطبيق الحقيقة على الواقع قاعدين بنزيد الكل يعني بعترف أنه هناك هدر في عمليات سواء من صرف أدوية إجراءات طبية فحوصات طبية عدم وجود تنسيق واضح لهذه الغاية طبعا كل هذا هم وطني وليس فقط موضوع الانتقاد بهذه القصة ليس موضوع نقدي بقدر ما هو تصحيحي وتأشير على مواطن الضعف والخلل لأنه احنا برضو ضمن إمكانياتنا احنا عم نصرف كثير على القطاع الصحي هذا القطاع احنا منتفاخر فيه بين كل دول العالم أنه عنا قطاع مزدهر في عنا ناس عم بيجوا يتعالجوا عنا احنا بنقدم خدمات طبية متقدمة في الأردن وهذا ما جاء من فراغ لكن ما بعفينا أن دائما نعمل مراجعة لهذه الخدمات ونأشر على مواطن الضعف أو النقص أو التصحيح إذا بنقدر نصحح بهذه الخدمات وتم طرح عدد من التوصيات والحلول التي من شأنها تقليل كم الهدر الذي يعاني منه القطاع والنهوض به وتقليل المشاكل الذي يعاني منها العاملون فيه ترجمة نانسي قنقر